وفي محنة مجتمعية تستنسخ تواريخها وهمومها الكبيرة يسعى مواطنون وقانونيون إلى إعادة تقليب صفحات ملف المغيبين والمعتقلين الأبرياء من ضحايا الحرب على الإرهاب واضعين جانبا الوعود السياسية في فك تلاصم هذه المأساة بكل امتداداتها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية ويستعد أهالي الضحايا لجولة جديدة يكون القضاء ميدانها الرئيسي بالمراهنة على حياديته واستقلاليته عن الضغوط السياسية التي يعدها الجميع سببا رئيسيا في منع الوصول إلى الحقيقة بعد أن تحول العراق إلى أكبر مستودع للمغيبين في العالم بإشهادة الأمم المتحدة والصليب الأحمر ويعتقد حقوقيون وباحثون في المجال الإنساني أن ملف المختطفين والمختفين قصريا في العراق يتطلب تحقيقات مستقلة وإرادة فاعلة لإنهاء التدخل السياسي بالقانون في هذه القضية موضحين أن وشايات وضصفية حسابات مختلفة استغلت ظروف المواجهة للإرهاب لتعميق هذا الجرح الإنساني العميق ترجمة نانسي قنقر